تفسير حرب رؤية زواج المرأة المتزوجة لابن سيرين ولماناها تفسير رؤية المتزوجة أنها تتزوج من غير زوجها في المنام هذا خير يأتيها ويأتي لزوجها وتحقيق للأمان والأمنيات وارتداء فستان زفاف هو حياة جديدة وفي كل الحالات هو خير يعم على جميع أفراد الأسرة الزوج والزوجة والأبناء أما إذا رأت المتزوجة في المنام أنها تزوجت بشخص معروف لا وهي في الحقيقة متزوجة فهذا ربما يدل على خير يأتيها ولزوجها وقد تدل هذه الرؤى على حملها وإنجابها ولدا قريبا أما إذا رأت المتزوجة أنها تتزوج زوجها مرة أخرى فهذا يدل على خير كبير يدخل بينها وبين زوجها ومن أهلها وقد يدل على تجدد حياتها كزواج خلافات أو الانتقال لمسكن جديد وتحسل أحوال المعيشية وقد تدل الحمل وإنجاب نسل من البنين والبنات أما تفسير رؤية متزوجة من رجل كبير في السن كبير في السن يدل على شفائها من المرض إذا كانت مريضة وإذا كان العريس مجهولا على أمية سوف تتحقق رؤية زفاف المرأة الحامل يدل على ولادة مولود ذكر ورؤية تفاصيل فرح العرس والموسيقى قد يدل على حدود شغيل أما إذا رأى الرجل أن زوجته وتزوجته هي على ذمته على خير كثير سوف يتحصل عليه وقد يدل على ترقية أو وظيفة مرموقة ولا تحسل أحوال المعيشية تفسير حلم وقت المتزوجة عروس رؤية الزوجة أو ارتداء فستام الزفاف ورؤية العريس كان جميلة فيدل على كثرة الخير الذي سوف تحصل عليه الرأية إذا دخل مع عريس منزلها دلعا الفرح القريب وتحقيق الأمنيات